انا مش هايز اقول انا انا اللي اي اعمل انا او طلع عينهم ليه كده يا اخي ليه حرام عليك يا اخي موسيقى 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 انا انا جديد على هوم سينما والفيلم اللي هل اعمل له هوا فيلم لس بغداد التريلر بتاعه لسه نازل مفيش من يومين طبعا كالعادة ملاحظة شاشوف التريلر فأقلت اعمله التريلر دلوقتي معاكو طبعا ما شوفش التريلر الوراء مرة هنتفرج عليه دلوقتي الاول مرة يلا بنا مش كتير اربع تماثيل اللي اسكندر خبه فيهم لفت يوم اللي يوم فيه يا رب يوسف يا رب دلوارتي او انتنا ليه يلا تكريت تكريت واللي جاي تكريت انا مش عايز اهل اهل انا اللي يعمل اهل 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 انا هنموت كل انا هنموت كل انا اهههههههههههههههههههههههههههههههه اوك يا جماعة تريBL شكلو مثله تريجwd شكلو كويس مصروف عليه من الاخر يعني الفيلم باين عليه انها فعلا مصروف عليه كتير الفيلم والقطات سلو موشن كتير وفيه شغل الكاميرات طبعا لا الفيلم شكله هيبقى حلو ومصروف عليه الكوميديا بتاعته برضو شكلها حلوة حتى حركات الاكشن والسلو موشن اللي كانت في التريلر برضو حلوة جدا يعني تحسوا فيلم فعلا فيلم امريكاني يعني متحسوش فيلم مصري يعني اللي فهمنا من التريلر ان هما شكلهم بيدوروا على مقبرة الاسكندر الاكبر او بيدوروا حاجة ليه علاقة بالاسكندر الاكبر وهو محمد امام بتيم اوب مع ياسمين الريس واللي عرفنا اخدنا بنا منه في التريلر شكل احمد الاعواضي هو شكله هيبقى هو الفيلن مع امينة خليل امينة خليل فاتح عبدالوهاب ما فهمتش برضو ايه واجهه في الاعراب ويعني في التريلر ده ما فهمتش اذا كان هو فيلن او الا محمد امام الساليما برضو شكله هو كمان هيبقى فيلن فهو شكله هيبقى الرئيس العصابة بتاعة احمد العواضي وامينة خليل وكده طبعا البطولة محمد امام وياسمين الريس وفيه فاتح عبدالوهاب وامينة خليل وفيه طبعا توتا محمد عبدالرحمن وامينة العواضي وفيه كمان بايومي فؤاد والاخراج لا احمد خالد موسى احمد خالد موسى اللي هو كانت اول تجاربه السينمائية كان فيلم هروب اطراري اللي كان من كم سنة ده وموعد عرض الفيلم حينزل اتنين وعشرين يناير السنة دي في عشرين عشرين ونسبة رقوبة للفيلم هي تمانية من عشرة اتمنى ان هو هيبقى فيلم حلو بس انا شايف انا اخذ بالي ان الفيلم شكله هيبقى متكلف يعني وده اللي احنا شوفناه في التريلر واتمنى ان احنا نشوف ده كمان في الفيلم يعني اللي عاجبني بروه احمد امام ان هو بدأ يطور نفسه جامد يعني من كابتل مصر انا انا شايف بالنسبة لكا بفيلم واحد جدا بس كان فيه افي اللقاطات كوميديه بس مش كنت تطاقع اكتر من كده منه وبعد كده بقى نقل الجحيم في الهند وبعد كده الوقت يدخل على الستبعد فيه تطور جامد يعني في السلمة المصرية بصراحة يعني بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها على الفيلم اتمنى الحلقة تكون عجبتكو ان شاء الله شوفكم فيديوهات تانية قريب منسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشيء له الحلقة عجبتكو وتشوش تعملوا لي فالو على فيسبوك وتويتر وانستجرام وشوفكم الحلقة اللي جاية باي باي هنموت كلنا هنموت كلنا اشتركوا في القناة